كابتن حراق قوي نقدر نقول كان بالأسابيع الأخيرة لأندية المحترفين وهم عم بحضروا للموسم الجديد بداية كيف تقيم تحضيرات الأندية سواء كانت تعاقدات لاعبين أو مدربين في البداية أنا بالدخال فيك أنا شايفة أحركات كانت ضعيفة يعني باستثناء البداية المنافع الوحدات والحسين الفيصل اللي جدد لاعبت ولاحقاً نادي سحاب اللي كشف عن فريق كامل مميزة يعني أسماء مميزة لا الكاملة الأندية بتستنى بتستنى أنه إيش حي يصير للحظات الأخيرة الأندية هلأ في أندي هلأ بلشت هلأ بلشت وبتستنى بتشوف شو ضل من الخيارات لأن الأمور المالية هي اللي عم تحكم الموضوع فبتشوف شو ضل من الخيارات عشان تعمل تعاقدات والدليل كمان أنه قيم تعاقدات اللاعبين في الأردن نزلت دليل أنه الوضع سيء جداً على الأندية مالياً وهذا العائق الكبير التحضيرات بلشت الأندية في أندي بلشت الدارة بأسبوع الماضي في الأسبوع الحالي مع المنخفض الخير والثلجة توقفت التدريبات إذا بنا نحكي فيه كان حركة ونشاط واضحة جداً ومميزة في نادي الحسين واستحوذ على الأضواء كلها نادي الحسين أنه الوضع الطبيعي أن الوحدات مثلاً والفيصر يكونوا نشطين متعودين لكن النشاط اللي عمله نادي الحسين كان نشاط مميز وأنا بصراحة برفع لهم القبة عشتغلوا شغل مميز جداً في تكوين فريق مميز في جميع الخطوط يعني أنا بتفرج على تشكيلة نادي الحسين لو ما جابوا محترفين هم عندهم الآن بيحكوا بنا نجيب ثلاث محترفين لو ما جابوا محترفين عندهم خط دفاع مميز عندهم حارسين مرمى مميزين عندهم خط وسط مميز إبراهيم سعادة ومصعب اللحام وسعد الرسان بنفع قلب دفاع وبنفع ارتكاز قلبين الدفاع اللي هو إحجازي ورواد أبو خيزران ظاهرين مميزين أدهم القرشي وقزعر وهم مهاجمين اتنين والأطراف عشان ما ننسى الأطراف كمان فارسة غطاشة وموالي وعندهم مهاجمين اتنين كويسين بقبة لو محمد عبد المطلب بقبة مهاجم مميز وهداف مميز اللي هو عبدالله العطار فهم من الناحية الفنية متكاملين قبل ما يجي المحترفين فكان لهم يعني شغل كبير وشغل مدروس وفريق مميز نيجي بعدين الوحدات يعمل التعاقدات الوحدات يمكن هو اللي يماخد الأضواء آخر فترة خصوصا بما يتعلق بالمدرب الوحدات طريقة شغله كانت مختلفة أول شيء الوحدات عمل تعاقدات كبيرة نعم عمل يعني جاب لعيبي مهمين جدا في مراكز مفقودة في مراكز مثلا عنده طلع من عنده مدافعين عزز خط الدفاع جاب ضهير يمين وضهير شمال وعمل يعني شغل كويس في خط الدفاع جد استرجع لاعب صانع لعاب مميز كان صفقة مهمة جدا للوحدات اللي هو أحمد إسريوة وجاب جدد مثلا لأحمد سمير وجدد لبعض اللاعبين المهمين جدا بالفريق استطفى الوحدات بحاجة أنه يعزز خط الهجوم نعم نجاح الوحدات في تعزيز خط الهجوم بمحترف مميز تحديدا يعني يمكن هو عند الوحدات عنده بخطته أكثر من محترف يمكن يكون عنده محترف مدافع ممكن يكون عنده جناح لكن تحديدا محترف مميز بخط الهجوم هو اللي رح ينقض كل الشغل اللي عمله نادي الوحدات يعني اشتغل شغلي كبير يعني أعطيهم أيضا بتحياتي اللي اشتغلوا بقوة اللجنة الفنية بنادي الوحدات عملونا هذا جابوا أسماء كويسة الآن قدرتهم على التعزيز بمهاجم جابوا مدرب معروف في المنطقة العربية كثير مسيرته تاريخه عالي جدا مدرب حقق بطولة كأس آسيا اللي هو المدرب البرازيلي فييرا يمكن يكون هو حدث يعني أنه جيدرب بالكرة الأردنية يعني منقدر نقول أنه المدرب المناسب لهاي المرحلة بالنسبة للمرحلة هي اللي تشوفي دايما الناس عم بتاخذ بالكلام ما كثير احنا ما بنقدر نحكي أنه مدرب حينجح أو يفشل لأنه ممكن يجيكي أهم مدرب احنا ما بنحكي بنجاح لكن هو مدرب خبرات مناسب مدرب خبرات خاصة في المدرسة العربية يعني في الكرة العربية درب أندية كبيرة في الوطن العربي درب أندية زي الزمالك درب أندية في الخليج العربي درب منتخب العراق حقق معه كأس آسيا فتراكم الخبرات اللي عنده عالي جدا يعني بخبرته هاي رح يكون فيه دور جايب معه محل الأداء محل الأداء صلوا معه سنوات يعني هو فاهمه محل الأداء مهم جدا في كرة القدم الحالية يعني هكون لهم نقدر نقول له دور مصمة في دور أبطال آسيا مع الوحدات هلا إن شاء الله إذا الوحدات يستعدي كويس للبطولة أنا يعني حقيقة بتفرج على جدول الوحدات جدول الوحدات مسهل لأنه جدول الوحدات عنده بطول الدرع في لعيبة المنتخب حاليا مش معاه عنده بطول الدرع على الترتان هيلعب في الزرقاء بطول الدرع هيروحوا لعيبة المنتخب هيروح يلعب بطولة القدس كلنا بنحب يعني دائما نكون أنديبنا مشاركة في القدس بطولة زي هيك بطولة الأهميتها الإعلامية والأبعادها الوطنية وأيضا بدون لعيبة المنتخب وعلى ترتان يعني نفس الشي هيرجع مباشرة بواحد أربع ياخد لعيبة المنتخب ويسافر فيهم يلعب دور أبطال آسيا فأنا مش شايف يعني هذا مش مبرر هم مطالبين أنه يضغطوا عحالهم ويقدموا أخصى ما عندهم لكن مش شايف أنه هذا برنامج مثالي لفريق رايح على أقوى بطولة في آسيا وأنا بطالب بصراحة الكابتن عدنان حمد والاتحاد أنه يدعموا مشاركة الوحدات من خلال أنه لعيبة الوحدات اللي في المنتخب بآخر معسكر اللي هيكون للمنتخب اللي هو قبل بطولة آسيا اللي بآخر شهر ثلاث اللي هو الفيفا ديز اللي الخاصة أنه حينكون ضايلنا لواحد ستة فترة يعني ثلاثة شهر عشان المنتخب أنه يدعموا لعيبة أنه أكبر قدر من لعيبة الوحدات يكونوا مع الوحدات استعدادا لآسيا مش أنه يجي الوحدات يأخذ لعيبة ويجي المدرب البرازيلي على اللعيبة يجمحهم بآخر أسبوع لا يكونوا معاه بالمعسكر لأنه هي أهم فترة الفترة العشرين يوم اللي قبل البطولة فإذا الوحدات فقدهم استعادهم قبل ستة أيام مش هتكون لصارحة وهذا نداء للاتحاد نرجع على الفيصلي نحكي عن الفيصلي حافظ على لاعبي الموسم الماضي شو رأيك بسياسة الفيصلي؟ أنا بحكي الفيصلي الأسماء الموجودة عنده في الموسم الماضي كانت أسماء مميزة لكن هو ما قدروا يأخذوا منهم الإشي المميز يعني وقصوا في الدوري يمكن كان فيه عنده إصابات في بداية الدوري بخط الدفاع عنده براء مرعي اتعاقد مع محترف مدافع ما عمل له أي إضافة بعودة براء بوجود أنس بن ياسين بالأسماء الموجودة رجع خط الدفاع كويس بالفيصلي الآن عنده لعيبة الأجنحة مميزين نعم كان يوسف الرواجدة بعمل لعب عنده إضافة كبيرة حتى اللعيب الشبابي قويسين حتى في الارتكاز عنده التعاقد المميز اللي عمل تعاقد واحد كان مميز اللي هو عبيدة السمارنة بوجوده جنب نزار الرجدان عم بعملوا إضافة بالارتكاز بحاجة الفيصلي أيضا لتعزيز عنده مثلا مهاجم عبدالله عبد ماشاء الله مميز بس بحاجة لتعزيز بمهاجم خبرة لحد الآن إذا نجح زي ما حكينا عن الوحدات في إحضار مهاجم مميز رح يكون يعني عمل فريق ممتاز ومنافس بنفس التوقيت موضوع صيصة مهم جدا هل أنه أكثر منسمع بالإعلام صيصة حيحترف صيصة حيبقى بصراحة صيصة لاعب مؤثر لاعب الفيصلي صاحب الألعاب الفيصلي الحقيقي هو صيصة واللاعب صاحب اللمس الأخير اللي بتودع على القول هو صيصة مغادرة صيصة يعني بده تعويض يعني اللعيب الموجودين ما بيعوضوا صيصة فهو عنده مجد عطار طرف يوسف الرواجد طرف بدك اللاعب اللي خلف المهاجم اللي بيوصل على القول هو صيصة فإذا طلع وقدروا يعوضوا بمحترف ما قدروا بيكون الفيصلي عنده مشكلة في هذا المركز نحكي عن بقية الأندية سحب نقول معانا أول وجددوا مع الكابتن ديان صالح هو مغير السرحان أيضا حقق تعاقدات شوف بالنسبة ل معان يعني هم يبلشوا متأخر وحتى الكابتن ديان صالح يعني وجهله تحية صديقنا العزيز كان متردد يعني وشوفنا لأنه أكثر من مرة يعني منعتذر بعد أخير رجع استلم الفريق لأنه يمكن هو طموحاته طموحاته كمدرب يعني ثبت الفريق بالموسم الأول بظروف صعبة طموحاته بتكبر بس هو مش قادر يلقى التوليفة اللي يركن عليها يعني هو عم بيجيب الآن عم بيعمل بعض التعزيزات لسه مطول لسه دايل لسه هيستنى يعني يمكن يخش على الدرع قبل الدرع بأسبوع ستة أيام ولسه الفريق عم بيكتمل لأنه الخيارات عم بيستنى إيش هيكون فيه خيارات لأنه فعلا الظروف المالية بتحكم رغم أنه حركة معاني الثانية أسرع من الحركة في الموسم الماضي موسم الماضي قبل أسبوع من الدرع جاء باللعيب الآن في بعض التعاقدات يعني بالفريق يعني بعض اللاعبين حافظوا عليهم زي الضهير الأيمن عندنا طارق القمازي من العقبة انتداب ممتاز كان لاعب العقبة لنادي معان يعني بيحاول محمد المشي اللي كان بالسلط وشباب الأردن لاعب مميز ممكن ما أخذ فرصه في الموسم الماضي مع السلط لكثرة النجوم بالسلط لكن لسه لسه عشان نحكي عن توليفتي معان بدنا لسه نشوف مين الأسماء كاملة مين اللي حييجي نعم طيب يعني بكلمتين وبشكل سريع جدا كيف تتوقع مستوى الدوري يكون بس بنا نحكي عن سحاب لأنهم عملوا شغل سريعا جدا هلأ أنا شايف فريق نادي سحاب هو الحصان الأسود للدوري قبل ما يبلش عنده تعاقدات مهمة جدا في المراكز المراكز المفقودة ظهير يمين ظهير شمال وسط يمين وسط شمال صانع العاب في لعبي مميزين في لعبي نجوم بصراحة الفريق عامل شغل كويس وكبير عشان ما يحكوش أنه كان ظاهرة في التعاقدات ونتركه بالنسبة لمستوى الدوري صعب كثير نحكم نحن لسا مطولين بس أنا بتوقع أنه في المنافسة الثلاثية هتبلش بدري وحدات وحسين وفيصلي ومع بعض المفاجآت من أندية عندها بعض الطموحات وبحكي أكتر وضع حيكون متراجع عن الموسم السابق نادر الرمثة يعلمون لجنور الرمثة لأنه فقط خمس أسماء مميزة لعيب الشباب لهم يصبروا عليهم ما يضغطوا على لعيب الشباب اللي عندهم إنهم يطالبوهم زي ما كانوا يطالبوا اللعيب الأكبار اللي كانوا مسكين للفريق نعم